السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سنجعل الوحدة الثالثة الأسبوعين 11 والثاني عشر الصفحتين 61 نقرأ نص سردي نص سردي كي حكي لنا على حدث معين العنوان دي النص مرياج على كومباني زفاف أو زواج في البادية قبل قراءة النص سنجيب عن أسئلة قبل القراءة هذه الأسئلة كنجوب عليهم قبل قراءة النص يعني كنجوب عليهم فقط من خلال العنوان دي النص ومن خلال الصورة اللي عندنا هنا قبل القراءة جوبسرف ودكوفر ولا حدث واكتشف la première question observe le titre et l'image لا حد العنوان وصورة أتون نفي في نداريكا دي كوا باقرر لتكس في نداريكا عن ماذا سيتحدثو النص إذن نعود إلى الصورة والنص والعنوان النص اللي هو مرياج على كومباني زفاف أو زواج في البادية والصورة اللي عندي هنا إذن بطبيعة الحال ممكن أن نقول بأن هذا النص هذا سيتحدث عن زفاف أو سيتحدث عن زواج إذن ممكن هذي اللي نقوله دي كون ممكن تكون هذي كلمة اللي فوق البارلة هل يمها لكم فى السورة هذا المرأة ها دي هل يمها بقاله ها دي ما يمكن تكون ض diversity هذا ما يمكن أن البعرة equilibario تو مسغل أنظ re gord Hilfe detrull يمكان كيف ترى الوجه هذه المرأة التي كانت فوق البغلة ولماذا؟ سوف نعود إلى الصورة سوف نرى أن هذه المرأة التي فوق البغلة لا نرى الوجه لها فهو مغطى لا نرى الوجه لها فهو مغطى لماذا؟ سوف ترى الوجه لها فهو مغطى لها فهو مغطى سوف نرى الوجه لها فهو مغطى السؤال المرأة التي فقط كيف ترى الوجه لها فهو مغطى ماذا تفعل النساء الموجودة على يمين الصورة نساء على يمين الصورة سوف نرى الصورة على يمين الصورة على يمين الصورة وبالتالي فهو مغطى سوف نرى أنها تفعل العروسة فهو مغطى نرى الصورة على يمين الصورة على يمين الصورة يخطين حين استقبل العروسة كسب البلحليب احكي المنطط لعماره م LEA M likes المصر لإمكان رائب ممتين مرحباً 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 او عرصة او عرصة او عرصة close space الماريه يعني رجال كيجو كيديو العروسة سور اون مول كيديوها على واحد البغلة بور لامنه او غران غالوب فار لامازون دو ماريه كيديوها على البغلة فار لامازون دو ماريه المنزل ديال العريس الماريه ايه اكوي هاد اي غريك كنقزو بيها لامازون يعني كتستقبل في ديك المنزل اذك لفار دليك كتستقبل بالكاس ديال الحليب كي سامبوليز البونر كونجوكال الذي يرمز يعني ديك الكاس ديال الحليب يرمز الى السعادة الزوجية ايه لا فكوندته والخصوبة يعني انها غريك كن عندها الدراري ولدات وبنيتات غدي نمشو دابا نكملو مي انيسا سي كرقيا يعني ولكن انيسا كتعرف بي ان رقيا اللي هي العروسة ننترغا فريتابلمون يعني ما غدي دخل حقيقة دون سا نوفال في ما غدي دخل في الحياة الجديدة ديالها كللون دمان ماتن دو سا مرياج حتى اللغ داليه في صباح من زواج ديالها لفام انترغا قيا يعني لفام افكال كي ديوا معاهم لابلو بال كرش دو لكوزين كي ديوا معاهم اجمل جرة جرة واحد الانية ديال الفخار كي شربوا فيها يعني اجمل جرة اللي كينا في المطبخ كي ديوا معاهم الزيرون جسكا لاصوخ كي مشو حتى النبع اولا العين ديال 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 القرية جسكا لاصوخ ديال فيلاج و ارقية رمبلي غادو ساب بوطخ يعني كي مشو حتى ديال العين ديال ديال قرية اللي فيها ارقية كتعمر كتعمر بالماء ديال الفخار ديالها ديال الانية ديال الفخار ساببوت خياني شيئاني اللي مسنوها منا الفخار ان جوتان الو دسات سورس يعني من كالدق من الماء ديال هاد النبع هذا اولا ديال هاد العين رقية montrera كال أبارتيا يعني رقية كتبيين كتبيين بأنها كتنتامي دزورمي أسو فيلاج يعني أصبحت تنتامي اولا دزورمي هي الان او من الان فصاعدا كال أبارتيا دزورمي اصو فيلاج يعني انها تنتامي الان أو أصبحت تنتامي اولا الان من الان فصاعدا انها تنتامي إلى هاده القرية اصو فيلاج دان رقية نديرو قراءة أخرى دانديرو قراءة أصبحت تنتامي دانديرو قراءةientes La fête commence deux jours avant la cérémonie elle-même. Les familles des mariés se rendent les unes chez les autres pour d'interminables repas. Rassemblés dans une pièce, les hommes mangent en jouant de la musique. Tambour, bendir, flûte, awada et petite guitare, rbab ou gembri. Accompagnent les chants. Leur sonorité est si violente que la maison semble devoir exploser. À la cuisine, les femmes préparent des plats traditionnels. Le plus fameux est le tagine. Un plat de viande mijoté longuement avec quelques légumes est souvent un fruit séché qui lui donne son nom. Tagine au prunon, aux amandes, aux amandes, au citron. Les femmes font ensuite circuler sur de grands plateaux, des piles de gâteaux, aux amandes et aux noix. Le soir de la cérémonie, les hommes se retrouvent dans la maison du marié. Les femmes dans celle de la marié, la fête commence vraiment. Les deux époux ne se retrouvent que le lendemain. Lorsque les hommes viennent enlever la marié sur une mule pour l'emmener au grand galop vers la maison du marié. La marié y est accueillie avec le verre de lait qui symbolise le bonheur conjugal et la fécondité. Mais Anissa sait qu'Urkia n'entrera véritablement dans sa nouvelle vie que le lendemain matin de son mariage. Les femmes entourant Urkia quitteront alors discrètement la maison. En portant avec elle la plus belle cruche de la cuisine. Elles iront jusqu'à la source du village où Urkia remplira d'eau sa poterie. En goûtant à l'eau de cette source, Urkia montrera qu'elle appartient désormais à ce village. La première page 61. La première page 61. La première page 61. Il y a la lecture. Un mariage à la compagnie. Donc je lis et je comprends. A-cris et je comprends. La question numéro 5. Où se déroule cette cérémonie justifiée ta réponse ? Où se déroule cette cérémonie ? Où se déroule cette cérémonie ? Où se déroule cette cérémonie ? Ça fait la cérémonie, la cérémonie. La justification, la télésité, c'est cette cérémonie. C'est une cérémonie qui va prendre une cérémonie en la compagnie. La cérémonie raconteuse ? C'est la cérémonie, une cérémonie en la cérémonie. هذه العبارة الثالثة يعني نبع أولى العين ديال القرية هذه هما العبارات اللي ممكن نعللو بهم الجواب ديالنا اللي جقولنا بأنه سدرول على كمباني دوزو دبال لكسيون نميرو 6 بقوى كمانس لسرموني دمارياج شهي المنتانيار يعني بماذا تبدأ حفلة زفاف عند القراويين لانك تبدأ بالعراضات يعني العائلتين وحداك تتعرض على الأخرى لانك تتعرض على الأخرى يعني وحداك تتمشي عند الأخرى بوغ دان ترمينابل يعني دان ترمينابل يعني عراضات لانهاية لها يعني شي كمشي عند شي أوكي تتعرضوا لأغداء ولا عشاء ولا شي حاجة لكسيون نميرو 7 سيت لسرموني دموسيك يعني أدكور يعني أدكور لآلات الموسيقية التي يسعملوها الرجال دائماً مينا النص لسرموني دموسيك لسرموني دموسيك لسرموني دموسيك لسرموني دموسيك لسرموني دموسيك لسرموني دموسيك أو لسرموني دموسيك لسرموني دموسي لسرموني دموسي لسرموني دموسيك La question numéro 10. Quand est-ce que la mariée rentrera-t-elle réellement dans sa nouvelle vie? Elle ne rentrera réellement dans sa nouvelle vie que le lendemain matin de son mariage. Elle ne rentrera réellement dans sa nouvelle vie que le lendemain matin de son mariage. La question numéro 11 raconte comment se déroule le mariage là où tu habites. C'est une question numéro 11. موى جابت en ville يعني أنا كنسكون في المدينة la cérémonي سدرول dans une salle de fête يعني هذه الحفلة هادي توقام فوحد القاعة ديال الحفلات, une salle de fête avec un traiteur يعني كن دك traiteur اولا دك الموموين ديال الحفلات qui prépare l'Europa يعني هو اللي كي ساو بالمكلا اي ان نوركستر وكن واحد الفرقة موسيقية pour animer la soirée يعني لي تنشيطي الحفلة يعني لدي نعودو موى جابت en ville يعني أنا كنسكون في المدينة la cérémonي سدرول dans une salle de fête يعني كتو قام فوحد القاعة ديال الحفلات avec un traiteur qui prépare l'Europa يعني الموموين ديال الحفلات ولي كي ساوب ولي كي ساوب المكلا اي ان نوركستر وحد الفرقة موسيقية pour animer la soirée ليس انشيطي الحفلة جلي اي جكري اقرأ واكتوب la question numéro 12 répond aux questions اجيب عني الاسئلة كالي تيتر ديال نص ما هو لعنوان ديال نص هو un mariage un mariage un mariage a la compagne لعنوان ديال نصف كالي تيتر ديال نصف لهمة ترجم لاره لرأ وهد نصف ترجم ترجم ليه المicides جديم ترجمة نانسي قرنا 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 شكرا